خدمة كرة القدمة التونسية وأكادينا معلومة سيعاب الباقي ولا إن فيهلي الانتخابات المتع المكتب الجامعي ستكون يوم 9 مارس هذي التاريخ الثابت والأكيد أعتقد أنه هذا هو الحل الأسلم والأنسب راه الناس اللي قاعدة تدعو طوى لاستقالة أنا جوكو برو حرقتهم هادي من حقه اللي يعبر يا سيعاب الباقي وتتغشش مين راه وكيف تطالب باستقالة هذا المكتب الجامعي راك مش تزيد تعقدها المسألة لأن المسألة مش الطول أكثر خطر كي تم يستقلوا لكل شي سير حط هاي أتا سيريا شكون يحط مع الدولة لا تحط الفيفا الفيفا بناني على شكو على شنوة باش تحطها منين تعرف تونس مع شكون مش تتشاور باش تحط مع السابقين اللي خارج مش تتشاور مع 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 الأعضاء التوانسة الموجودين في اللي جان التابع عليها عنا توانسة واللي أكثره معظم مكتب جامعي معنى مش تتشاور مع المكتب الجامعي بيذو مش تحط لها لجنة تسيرية واللجنة التسيرية هذه برعتيها مدتها حتى تعمل جلسة العامة الخارقة العادة اللي يلزمها مدة مدة تقديم الترشحات مدة تقديم مقترحات التنقيحات ومراجعتها من طرف الأن ديال كل وبعد نقعد ونستنى وبعد تالي نجي ومش ننفذ القانون جديد نعمل جلسة عامة انتخابية يزمك تعطي الدليم تعترش حالي هو شهر ويزمك معنى تعطي الدليم تعتان ويزمك معنى تتلزمن الكوروم معنى نجموا نمشي وقتها ستة وسبعة شهور باش نعملوهم مكتب جامعي او رتوى بهذا القرار متعلنوا في مارس اذا كانوا يخرج اوفيسيالما اسلم حلش مازالوا أربع جماعات نطلعوا مكتب جامعي جديد وفي الأربع جماعات هذه نعاود ما طلبتوا سابقا تاقف البطولة سينولار واح مشطيح في الجمعتين بين أفرير وتسعة مارس في البطولة في الكورة في التيرينات عليش لأن الجمعية الكل قاعد تحس بأن الكورة دار بلا مالي وستستبيح كل شيء الميادين والمدرجات والكل وتعمل في بالها وبالتالي جمعتين ما فيها بس احنا وقفنا شهر وشهر يا أخويا جمعتين القرار يخرجوا المكتب الجامعي هذا الكائن ما زالوا فونكشيون يا أخويا تؤجل عودة البطولة لما بعض انتخاب المكتب الجامعي الجديد كيفين جمعتين يا سياد باقي لا أكثر من جمعتين شهر خدر سيسفري يرجعون كي ترجع في أفريل عشرة ماتشويت ولا 11 ماتش ترجع في أفريل ولا ترجع في مارس كيف كيف تقبل البطولة في آخر جوان ولا في ميجويه كيف كيف انضحيه شوية ما سيرش أما خير ولا الطحين نروح باستاد أنا قلت لك لما ذير أما خير ولا نستكل بعضها بالبوني وبالماس وبالهم نزرق أنا عيدين ما نهى خريضوا جونا تقول لي أنه ماش يتكلف على الآن يش ماش يتكلف هو ماش يخلص باللعبية ماش يخلصوا من هنا رجوع يأكتيف ولا أين أكتيف ماش يخلصوا الفاتي تربي مالا تواموا يقفين مالا نفس المشكل هلور خلي المكتب الجامع الجديد يجيه وتكون عنده السلطة التشريعية اللي يتأهله باش يتحكم في مسار البطولة وعودتها وإلا له قد يحدث مالا يحمد عقباه واللي يستبق ويقرأ سمحني سمحني في أفريد نهار الحد الأول اللي بعد لنف مارس وره طلعنا مكتب جامع جديد لنف مارس ماتجامش عاد موفام دو جورني فيفا ماتجامش يا وردي انتحزق رعلا محسابهم لدو جورني فيفا بتاعك لا تبدأ في أفريد يوم 16 مارس وماذا اللي المباريخ بتاع الدولة الإمارة الدولية ياسي يوسف أبدأ وقت اللي تبدأ المهم بعد ما يتكون مكتب جامع جديد في البريود هذه يوم ناس ثم ناس قاعدة تتوعد باي ثم عبادة وقاعدة تتوعد وانا نعرف فهم مش عملونا كذا ومش عملونا كذا وكان عملونا كذا ثم عملو كذا واضح شنو ندخلوا البلاد في حيث في جورة الكورة المحنونة قال شنو باش منوخروا الشهر نوخر حتى شهرينا خل يوم تتوى قيمة قلتك رأي درب لما لي تتوى تتوى ثم تبيانات قاعدة تخرج مغير ما تتشاور عليها الناس كل يتوى يدخل لك بمومبر فيديو رأي يعمل هكا يكتب بلاغ ويخرجه رأي سفارين وصلنا للمستوى هذا وصلنا هكا سي عبدالله اي وصلنا هكا ثم نقول قاعدة مشاعر في 24 ونحن بالطريقة هداية والجامعة بتاعنا هكا والشي شوية صبر من ثم حد شي فلينكب هالمكتب الجامعي ما تبقى منها على اعداد الجلسة العامة والجلسة العامة فقط يخوي اللي عندك لا بطولة ولا كاس عندك جلسة عامة تلاحظر هنا اخوي الرابطات الجهوية تلعب على الروحها مش مشكل فهمت هذيك بطبيعتها هي معزولة معنى طول عمرها منسية والبطولة الواحد اللي اللولة والثاني ما فيها بس ترتاحها ونتلها ونحظر والجلسة عامة على قاعدة صحيحة على قاعدة صحيحة وتم في وقتها وننتخبه المكتب الجامعي الجديد تخلي تصرف واللي يقول لك القانون الموجود راهو ما يتيحش الفرصة أنا طوو نسمي لك عشرين قاعدة طو بالقانون الموجود موجود سي بافري أنا أقل القانون المحترم جدا القانون المتخابي تجم ما يقولوا الملاعبية مقسيين ومجموش تجم تعمل قاعدة فيها 12 ملاعبية بالاختاء اه 12 ملاعبية كورة لعبوا في الترى تخرج بيرو في ديرال كل ملاعبية كل ملاعبية وانترنرية تسيدي ما هو المسؤولين والمحامين ما تحبهمش وقلتوا هذن دخلاء هايتفضل هتون نعمل عشر قوام فرعا مش كومش خدمة بالقانون المتاعك الداخلي والقانون المتاعك تي موجود أقراوها القانون يا ولدي توتك ها روحك تجم تعمل سي بافري ساعد بيخي متنجمش تستغنى على الطبيب وعالمحامي نحكي لك على الناس اللي تتكلم أنا أنا برح قلتها قلت الكورة سي تنتو رايتبيب ومحامي وإيداري كل مع بعض همم لعبي وانترنور كل أما الناس اللي شدتتنى يا سي فريد تسمع خلي مالي الكورة شكونوا اللي يلعبوا الكورة اللي يلعبوا الكورة تفضل نجموا نعملوا قائمة بثناشين كوارجي ورينونا شو تعملوا أخوين ماذا بينا خالي صلعوا هنا يا أخوين أما بش تقول لي لو القانون يمنع ما يمنعش القانون تجموا ثناشين كوارجي تعملوا قائمة بالقانون هذي كورة إدارة زادخي كورة طبعا يلا سي يوسف تفعل مكلامة سي عبد البيغي اليوم ما تراش أنه الجماعيات والمدربين انت الجماعيات اللي كانت تعطيني اليوم التاريخ وانتي مدرب ودرب تعطيني اليوم التاريخ يوم ثمانتاش فيفري أني مش نرجع للبطولة متاعي والنشاط يعني مش نبني العمل لمتاعي الكل على يوم وثمانتاش باش نحضر للجماعي متاعي لو جوجي اليوم اللي كان مش نواخر لو أنا الجماعيات تقولك عندي مصاليف وعندي مدربين وخرج في ديستاش باش نحضر للجماعي متاعي في البيك يوم وثمانتاش اليوم عندك أشكال للجماعيات إذ كتوافق على تأخير للبطولة أم لا وعندك كذلك فيما جماعيات باش تأثر رياضيا خاصة للجماعيات التي تنافس من أجل البقاء والجماعيات التي تنافس من أجل اللقب يعني اليوم مش ندخل في مدخل آخر متاع سوء تحضير حتى للبطولة وللجماعيات انتعنا اللي كان نقاوموا فيه في المنتخب هو كندخل في هذي هذي هو طيب تولي الفوضى خاطر هذي تقول فيه ما يقبلوا حتى رئيس وحتى مدرب ما يساعدوش لكن بكلامة بشتفعل معك شوية كاو وكننا ندخل فيه احنا احنا داخلين فيه من 2011 من وقتش احنا عدنا كالندري مش بالطريقة هذي فريق والله سيوسف انا نذكر في وقت الموقات تقعد السنة وقتش بش تلعب الجمعة هذي ولا بعد شهر ولا بعد شهر سوف أخذوا لي عمرنا سيفريكي قبل لكنا نخدموا في كالندري وكالندري منظمة ومريق لك شي بعد من 2011 ولينا احنا وسلنا نقولوا الماتش واحد دونتنور تقول لك ما ستاعي بالرؤية ما نعرفش وقتش نلعب وقتش نلعب فما جمعيات متحبس فريد فما جمعيات متقبلش رابطوخر بالطريقة هذي لا يا يا حمدي انا حبيت نحكي ما سيوسف مع هذا لي احنا عندنا مدة واحنا ما عدناش كالندري فيكس نمشيوا بيها ونمشيوا بيها ونمشيوا في ظروف في طريقة هذي فما شي سابق اللي قالوا عبدالبيق المسؤول أول متع الفيديراسيون ما يعلمش به ساسيغراف هنا يقولي الشي اللي اللي هو يفكر فيه بشي يجي ولي خطير وهنا تقول انا شنختار طو نخلي للكلوب يتحملوا التأخير هذي ونحمي ما بعد القرار متع 16 مارس لا 16 مارس هكا ولا لا 9 مارس لنوف حسب الكوالي حسب المعلومات الكواليسي أنا يوم 9 مارس انت خدي أنا ناخر ريزك هذي وما ناخرش ريزك اللي قال عليه طوى عبدالبيق خاطر ريزك اللي قاله عبدالبيق أول مرة نفكروا فيه هذي أول مرة ما نعرفش أنا يخرج بلاغ رسمي والمسؤول الأول ما يعلمش بيك خلينا من بلاغ انت خدمت برشة تعرفش الجامعة قداش تخرج شهرية في الشهر قداش تخرج من شهرية في الشهر لا موظفين تخدم الجامعة سيفارية تعرفش المدير الميلي يعرف حوالي ميتين شهرية ميتين شهرية يعني ميتين واحد بين موظفين وبين عمل وبين حوالي ميتين شهرية وبرث بطو اشتقاع بين مية وخمسة وثمانين وميتين غادي اي نا اشتقصد معنا افهم شي زايد انا نقصد انه زايد والناقص المكتب الجامعي الجديد كيجي يشوف ويقيم ثم زايد وثم ناقص الله وعلم اهم اي اما نقصد راهم مية بش تتمشي مرفق عام فيه ميتين شهرية بالفوضى هذي راهم اشتكل بعضها اذا كان من التزنوش ومن رزنوش انا جلس عام خارق العادة وانا كذا والدنيا واللي كونت بلوكية اوه فلوس راي دوسيات معناها ما هيش سهلة دوس كبير هذي يا ودي ما هيش دوسيات سهلة راي دوسيات يلزمها التعجيل مكتب الجامع هذا في شل موقعنا في شل اخويا باسلام باي باي اوه ما شعلا روح خلنا تخبر مكتب جامعي جديد في اقرب وقت وفي الدليل هذي لونوف مارس ولا اذا كانوا يتأكد وان شاء الله يتأكد خلي المكتب الجامعي جديد ينكب على الملفات ثم أمور بنكية زي ما تتشاف وثم حاجات زي ما تتنظم بايش يرجع المكتب الجامعي اذا كان مكتب الجامعي ما رجعش يخدم آليا مش نقضو عشين الفوضى هايدي راي ولا يجم يكون عندك لمنتخب ولا غير منتخب ولا تشامبيونز ليج ولا عمر بزور لا اخويا كيف ما عملوا البلاغ الاخير انخرج بلاغ رسمي متاع الجامعة بل رئيس الجامعة الموجود تويكة بل المعاقد الى رسوير الجامعيات والناس كله ورانا واني لا ورانا متوجهين ختاب طمئنا يعني ختاب طمئنا الى حد الانتخابات راو مادنى ناس تناير خضر التوكل يمسي عباقي كل وراء وانا نفهم ويقول لك سيعد باقي تويكة مسايبة مسايبة تعشوش مسايبة حتى الجامعيات يحب يطيحني وهذا يحب يمنع الاخر داوك شو نقول انا نقول تناجم زادا الفيديراسي وان الناس اللي موجودة تويكة اللي مزادت مشرف على الكورة في تونس ناجم تخرج بلاغ طمئنا للنوادي رأنا موجودين هتنستنعوا غدوة من البيروفيديراسي بشي خارجنا السحري كل شيء يمشي بتبيعته وحتى حد ما يخافه كل واحد ياخد حقه الى ان ننتظروا بلاغ غدوة ان شاء الله خاطر ثمى ناس قاعدة تكمل ثمى ناس قاعدة تخرج في الدعايات وثمى داخل وقت الجامعيات وثمى ناس قاعدة تحذر وثمى ناس قاعدة تحرك في باجات وثمى ناس قاعدة تضرر في بعضها متسمحني بالأس عبد البيت يعني نوادي ماشي قاعد تسمع عليش تويكة عليش تويكة بالذات ناس تضرر على خاطر يضرر في كورسي يمان الكورسي ستريد ناقل بكين حديني جميعهم يحسون اي 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 ما قلنا رئيس الجامعة في منطق القايمات هو الدكتور بيد من حديد شد سواء نواديع الجاري اول اللي قبله اول اللي قبله سنة خنكون واضحين من احسن رؤساء الجامعات اللي مروا عبر تاريخ الجامعة تنوصية كورة القدم في السنوات الاخيرة سيحمود ابن عمار كان يقعد ويسمع الناس كل اما شكون صاحب القرار النهائي حمود ابن عمار حمود ابن عمار انتهى الموضوع هو رئيس القرار لا متفقينك دي ما رئيس هماشي حد يشكك فيه اما كيف يبدالي انا حمود ابن عمار يخدم بالنزاهة اللي تملي عليه الضمير ووطنيته تم حتى مشكل هو كتشوف الدنيا مثيابة الناس كلت حاب تحكم ما احنا قلنا انتخابات رئاسية قدموا لك الثلاثين مترشع اي اما روح طفلها مش هاته بشورت وفقادها في تاريشوح رئيس رئيس الجمهورية نسيت وهذا وقالت ماشي نسرع في الميني وماشي نسرع في الميني وفي سخطة على مخها والله العظيم واحد ما هو سيعد بيخي كيتقول الناس نظرب في بعضها اذا كان هو ما يظربوا في بعضهم انا مثلا كون رئيس جمعية ولو كون ممرن وكون بلعب ما عاد ناجم نعطي ثيقة لحد احد انا ما عادش نتمان اذا كان هو ما في بعضهم يظربوا في بعضهم بشي 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 نتمنانا ما عاش نتمنانين يعني عم اي رسالة طمأة تتحدث صحي ولكن شوية رزانة الامانة رسانة وشوية هك هدوء وشوية عقللية وشوية روح مسئولية والله ياسي خالد والله العظيم بدون رمي ورود خلينا بتفقنين بدون رمي ورود راهوا اللي كالي تي اللي عند سيواسف جليل والله العظيم شخص قادر انه يمشي الامور حتى الوقت الانتخابات على احسن ما يرى رأوا شخص قادر انا نعود نقول على مسئولتي شخص هذك رأوا قادر يمشي الامور حتى التعمل الانتخابات كان يخليه ما لأهرس معناه هذا كيفاش فريق كان يخليه كيفاش يخرج تاهم معناه بلاغ والمسئول الاول ما يعرفش مشكلة مش في وصف مش منه سي مش في وصف لو انت انتقاعت في دارك والله يمر اللي الموجودين نخرج غد ونكذبوا ما هو هذا هو اللي يتفادى فيه توسف جليل كان يصحيح كان يصحيح جليل يتفادى فيه مزيد تعكير الامور هذا بالعكس مش تعكير الامور لا 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 توقف النزيف هي ابريتو البلاغ جاه في حكاية فارغة معناه ابريتو كيما قال المتر باش الله يبيع العباد وناس فكرة القاصر وقف عند الحد ذا ما بالنسبة لي هو توسف جليل مع بروفيل رايض الدنيا لماكسيموم خلنا عمو الجزة العامة المحنونة بعد وقتش كون موسك تبو جوجي واصف جليل وقت يكون هو رئيس قائمة ورئيس جامعة منتخب اه وقتها ما تسمع ما تسمحوش توا في هالبريتو تروزيتوار هذيه ولا حد يجب يكون مسؤول يعني قلتلك سايبة يا سيوسف انا غدوة نجم ندخل الجامعة في بيرو ونعمل بلاغ ونفكسيه موسي سبوانس يا عبدالبيخ كيبو نحكيلك معناه قلت انا مش نقصت انا فهمتك فهمتك موسي سبوان فهم نقصت عليهم مخترم وفهم نستخدم مخترمين في الجامعة يعني صورة المنتخب في الكان بشتكون بالطريقة هذي يعني عادي هذي صورة الريتا يا حمدي ديني صورة اخرى هذي يعني عادي الصورة الريتا الصورة الريتا اخويا في المنتخب اه